بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرجاء الشرحية النهاردة هنتكلم وبعد عن رؤية الشمس هنعرف أهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الشمس وكمان هنعرف إمتى بتكون رؤيتها محمودة وإمتى بتكون رؤيتها غير محمودة أولا الشمس بشكل عام من الرموز اللي بتبشر بمكانة كمان برفعة بمنصب بقيادة ممكن يتولاها الرأي كمان لما يشوف الشخص إن الشمس دخلت البيت أو الشمس منه وراء في البيت بتاعه فلو كان مريض فمن الرموز اللي بتبشره بالشفاء والعكس لو شاف إن الشمس ليها حسب حرارة عالية جدا جاية من الشمس أو الشمس متوهجة زيادة عن اللزوم فللأسف أحياناً بتدل على أزمة صحية ممكن يمر بيها الرأي الشمس كمان زي ما قلنا لما يشوف الرأي إن الشمس فوق راسه على طول ولكن مفيش الحرارة ومفيش توهج فمن الرأي اللي بتدل على منصب أو ترقية هيحصل عليها في عمله كمان الشمس برضو أو رؤية ضوء الشمس من الرموز اللي بتدل على زوال هموم وزوال مشاكل أما لما يشوف إن الشمس بقت لونها أحمر فمن الرموز اللي شوية بتدل على هموم أو على أزمة ممكن يمر بيها الرأي كمان الشمس اللي لونها أصفر قوي برضو أحياناً بتدل على أزمة صحية غروب الشمس من الرأي اللي بتدل على تجدد في إيمان الرأي كمان بشارة بزوال هموم لما يشوف الرأي إن الشمس غربت أحياناً بيدل على عدم استطاعته إنه يحقق حلم أو يحقق أمنية كان الرأي بيرغب إنه هو يحققها كمان خصوف الشمس من الرموز اللي بتكون غير محمودة فللأسف بتدل على حدوث أمر شوية هيكون صعب أو مرض أو لقدر الله موت شخص أو سماع أخبار شوية هتكون سيئة شروق الشمس من الرموز اللي بتحمل بشارات كتير قوي أولاً بتكون بشارة ببداية أمر جديد من الرموز اللي بتدل على عمل جديد ممكن يحصل عليه الرأي لو بيسعى العمل أحياناً يدل على مولود جديد شروق الشمس بشارة بمكانة كبيرة هيحصل عليها إن رأي بين الناس شروق الشمس بشارة بمكانة كبيرة